التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جنيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قايس سعيد نقش الزعيمان خلال الاتصال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لاستغلال الهدنة الجارية في قطاع غزة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وكذا جهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وهو ما ثمنه الرئيس التونسي وقد اتفق الجانبان على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار والتحرك العاجل لتقديم كافة سبول الدعم لإغاثة أهل القطاع مع السعي لتحقيق التسويت العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية أربت دول مجموعة السبعة عن تقديرها لدور مصر وقطر والولايات المتحدة في تأمين الهدنة الحالية في قطاع غزة وأيضوا وزراء خارجية مجموعة السبعة في بيان التمديد الإضافي لهذه الهدنة وأي هدنة مؤقتة مستقبلية لتمكين توسيع النطاق المساعدة وتسهيل إطلاق صراح جميع المحتجزين كما دع البيان الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات والتهديدات التي تستهدف ممرات الشحن الدولية والسفن التجارية وإطلاق صراح السفينة جالكسي ليدر وطاقمها مشددا على الالتزام بإقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل التي تتم برعاية مصرية قطرية أفرق الاحتلال الإسرائيلي عن 30 أسيرا فلسطينيا بينهم 15 امرأة و15 طفلا من سجن عفر العسكري غرب مدينة رامالة ومن مركز احتجاز في مدينة القدس المحتلة من جانبها أفرقت حركة حماس عن مجموعة جديدة من المحتجزين هم عشر إسرائيليات وذلك بعد تنديد الهدنة لمدة يومين أفاد مسؤولون أمريكيون كبار أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر إسرائيل من أن الهجوم المرتقب في جنوب قطاع غزة يجب أن يتجنب النزوح الجماعي للمدنيين وقال مسؤول أمريكي أن حجم عمليات النزوح التي حصلت في شمال القطاع يجب أن لا تتكرر في جنوب غزة مشددا على أن رئيس بايرل ومساعديه أكدوا على هذه النقطة بطريقة واضحة جدا لدى الحكومة الإسرائيلية وأضف المصدر نفسه أن إسرائيل التي أعلنت أنها ستواصل الحرب بعد الهدنة السارية حاليا أبدأت تقبلا لهذه التحذيرات انتشلت تواقم الإنقاذ والإسعاف ومتطوعون في قطاع غزة انتشلت جثامين 160 شهيدا من تحت الأنقاذ ومن الشوارع والطرقات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وبهذا يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 15 ألف شهيد بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4000 امرأة وتشير المعطيات غير نهائية إلا أن نحو 6500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاذ أو أن مصيرهم ما زال مجهولا بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة ومنذ بدء الهدنة الإنسانية المؤقتة صباح الجمعة الماضي تحاول تواقم الإنقاذ والإسعاف ومواطنون انتشال ما أمكن من جثامين الشهداء بما يتوفر لهم من إمكانات وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة الاقتحامات والاعتقالات بالضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية أن الاحتلال اقتحم مدينة جنين واشتبك مع مسلحين فلسطينيين كما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال احتجزت تواقم الإسعاف أمام مستشفى الجنين وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة ونشر قواته بتعزيزات كبيرة في عدة أحياء أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن القوات الأمريكية لم تستهدف بأي هجمات في سوريا والعراق منذ بدء الهدنة بقطاع غزة وفي الوقت نفسه قال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر أن الجيش الأمريكي أوقف تحليق المسيرات لأغراض الاستطلاع فوق قطاع غزة خلال فترة الهدنة استهدفت القوات الأمريكية في البلدين بصواريخ وطائرات مسيرة أكثر من سبعين مرة منذ منتصف أكتوبر أسفرت عن إصابة العشرات من العناصر الأمريكية الموجودة في العراق وسوريا بدأت فترة الصمت الانتخابي للمرشحين في انتخابات الرئاسة خارج البلاد وتبدأ عملية التصويت بالخارج يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية تنتهي يوم الأحد المقبل في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقار البعثات الدبلوماسية في دول العالم انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يوم مصر بعد الفاصل